اولا في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة الله يرحم الأستاذ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي الذي لم يكن خسر فقط لالتحادين بل كان خسر للمغرب والمغاربة أجمعين على اعتبار أن الأستاذ اليوسفي كان من العيار التقي لم يكن شخصية سياسية من طناع عادية بل كان من كاليبر كبير وشخصيا كانت لي الحضوة والشرف أن أشتغل مع الأستاذ المجاهد اليوسفي لما كنت صحفيا في بداية مصاري المهاني في جريدة الاتحاد الشراكي إذ كان اليوسفي لم يكن فقط وزيرا أول ومسؤولا على الحزب بل كان أيضا هو المدير المسؤول على الجريدة وأي صحفي في العالم كان يحلم وكان يأمل أن يكون قريبا من الشوميني ديال السلطة أي قريبا من صنع القرار وقريبا من الفاعلين الذين يصنعون الدينامية السياسية وكما قلت حضوتي كانت أنني اشتغلته بجانب الأستاذ اليوسفي الذي كان أحد صناع هذا القرار السياسي وأحد صناع هذه الدينامية السياسية والله شاهد على أن اليوسفي في هذه المرحلة لم يكن فقط مديرا أو مسؤولا بل كان أبا رؤوفا وأبا رحوما بجميع الموظفين والصحفين والعاملين ثم كان خير النصوح وخير مرشد لنا وهذا ما يقودني إلى الشق الثاني من الأفضال للأستاذ اليوسفي على اعتبر أنه لم يكن له بصمة بيضاء على المصاري السياسي والمهني فقط بل كانت له أيضا بصمة على المصاري الشخصي بالنظر إلى أن الأستاذ اليوسفي كان أحد الناس الذين عبدوا للطريق لبناء واحد المصار المهني في المجال الصحفي خاصة أنني كنت في بداية العمل ديالي أنا داك في المهنة للصحفة وليوسفي كما قلت يعني لم يكن يبخل علي وعلى زملائي بأي نصيحة تساعدنا في بناء مجلنا المهني هذا من جهة من جهة ثانية الأستاذ اليوسفي لم يكن فقط شخصية وطنية بل كان شخصية دولية يحضى بالاعتراف ويحضى له سلطة معنوية والسلطة الأدبية في مجموعة من المحافل الدولية والأمامية يكفيني فخرا أنني لما كنت أذهب إلى هذه المنتديات وأذهب بتوصية من الأستاذ اليوسفي هذه التوصية كانت بمتابة تذكيرات ولوجلي لأدخل من باب الكبير لهذه المنتديات أدخلها يعني معززا مكرما بفضل الأستاذ الرحمن اليوسفي الذي أجدد في هذا اليوم العظيم دعواتي إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيحة جناته هو لم يعيش في هذا الزنقة يعني زنقة العرفان يعني في آخر حياته بل طوال حياته كان زاهدا في الدنيا وزاهدا في المناصب وزاهدا في الألقاب وزاهدا في الريع وزاهدا في الامتيازات يعني كل من العاشرة الأستاذ اليوسفي كان يعرف أن يعني شغله الأساسي هو بناء مغرب ديمقراطي وبناء مغرب الكرامة هذا هو الذي كان يشغل بل الأستاذ اليوسفي لم تكن تشغله يعني مراكمة الامتيازات أو مراكمة الغنائم ومركمة الريع الدليل كما قلت هو أن اليوسفي لما اعتزل الحياة السياسية كان يجد صعوبة في الوصول إلى مبتغى لما كان يسير في الشوارع وفي الأسيقى وفي الأسواق لماذا؟ لأن الناس كانوا يلتفون حوله بالحب وبالعطف وبالتقدير بشكل كانت هذا الالتفاف يعني هو خير دليل على التقدير الذي حظى به الأستاذ اليوسفي لما يعني اعتزل الحياة السياسية عكس السياسيين آخرين الذين يعني دخلوا يعني إلى مزبل التاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر